عاجل أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء أنه في حال استمرار إضراب الطلاب عن الدوام قد يؤدي ذلك إلى إلغاء العطلة الربيعية أو تقليصها أو تلغى مع احتمالية إلغاء عطلة يوم السبت وأكدت الربيعي أن العام الدراسي الحالي لا يمكن إلغاءه أو تأجيله مطلقا وذلك لأن الجامعات في المحافظات الشمالية والغربية وباقي مناطق البلاد قد أنهت الكورس الأول من الفصل الدراسي وهي الآن مقبلة على الامتحانات الفصلية ترجمة نانسي قنقر